كمان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عملت امبارح اجتماع عبر تطبيق زوم مع 60 مصري يمثلون معظم أعضاء الجالية في أوكرانيا وقالت أن كل الجهات المعنية بتتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية في أوكرانيا وأن غرفة عمليات الوزارة بتتواصل بشكل دائم مع أبناء الجالية لمتابعة تطور الأحداث والوقوف على احتياجات جميع المصريين في كل المدن الأوكرانية